أفادت صحيفة فينيشل تايمز بأن دونالد ترامب يتقدم بـ 44% على كامالا هاريس مقابل 43% في القضايا الاقتصادية ورجح أكبر عدد من الأصوات كفت ترامب بحجة إنهم كانوا أفضل حالاً مالياً في عهد ترامب مقارنة بالإدارة الحالية وفي استطلاع آخر للرأي أجرته صحيفة وولد ستريت جورنل أظهر تقدم ترامب على منافسته هاريس بنسبة 47% إلى 45% يأتي هذا التقدم الطفيف لترامب في وقت حرج بالنسبة للحملتين الانتخابيتين حيث يسعى كل منهما لتعزيز موقفه في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات